بعد أيام نستقبل عشرة للحجة فما نصيحتك للجميع في استغلالها أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها عشرة الحجة تبتدئ من دخول شهر ذلك الحجة وتنتهي بيوم العيد عيد النحو والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن فحبوا إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وعلى هذا فإني أقفت بخوان المسلمين على اغتنام هذه القرصة العظيمة أن يكثروا في العشر عشرة الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه تكبير تهليم تحميل تسبيح الصدقة الصيام كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر لقشوش كل الأشياء ترجمة نانسي قنقر